هذا أمر غير قانوني في اليمن غير قانوني دوليا ولا يوجد أي دولة في العالم تقبل من يكون ميليشيا على حدودها وأن يكون هناك أي تنظيم مسلح خارج عن قانون دولة على حدودها فهذا أمر غير مقبول للسعودية غير مقبول للدول منطقة وأيضا غير مقبول للشرعية في اليمن وشاهدنا هذا التصرف ماذا كانت نعكساته على اليمن نتمنى أن الحوثي يجلس على طالة المفاوضات مع جميع الأقطاب اليمنية للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع في اليمن وتضمن أيضا مصالح دول المنطقة العرض مقدمة من المرحبية السعودية بوقف اطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل الوقف اطلاق النار دولة جار وكل ما نطمح له أنه يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران لا نريد وضع إيران يكون صعب بالعكس نريد إيران مزدهرة تنمو لدينا مصالح فيها لدينا مصالح فيها لدينا مصالح المملكة عربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار شكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم فيها إيران سواء من برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامج صواريخها الباليستية نعمل اليوم مع شركاتنا في المنطقة وفي العالم لإيجاد حلول لهذه الأشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها